أعدنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم كاشف حيث تختص بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة وذلك بهدف توثيق المكالمات الوردة عبر شبكات الاتصالات في دولة الكويت وأعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هذه الخدمة بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية والجهات الحكومية المعنية وتختصر على الجهات الاعتبارية فقط نتابع وإياكم تغرير الزميل نواف الشراكي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت اليوم خدمة كاشف التي تعني بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة وتهدف إلى توثيق المكالمات الواردة عبر شبكات الاتصالات في الكويت خدمة كاشف هي عبارة عن خدمة تم إطلاقها بالتعاون مع الشركات الاتصالات الوطنية بحيث يتم تسجيل كافة المؤسسات المصرفية والمؤسسات ذات الخدمات من الشركات الاتصالات في حال أي اتصال من هذه الشركات أو البنوكة أو المؤسسات سوف يتم إظهار رقم الشركة أو اسم الشركة أقول اسم الشركة بحيث أن العميل يعرف أن الاتصال هذا هو الاتصال الحقيقي وليس الاتصال الزائف خدمة كاشف تأتي من تطبيق لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة والتي تسعى إلى تعزيز ثقة المستخدمين في قطاع الاتصالات بشكل عام وبالمكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية الحكومية وأرقام شركات القطاع الخاص بشكل خاص خدمة كاشف أطلقتها اليوم الهيئة العامة للاتصالات تقنية المعلومات هي خدمة تهدف إلى كشف أرقام الاتصالات للمواطنين بحيث هما يتفادون التجاوب مع أي رقم مجهول وبالتالي تخف عندنا حملة الاحتيال أو الهجمات الاحتيال التي تأثرت فيها دولة الكويت مثل أي دولة ثانية في العالم طبعا هذه وحدة من المبادرات التي اشتقلت فيها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية مع وزارة الاتصالات هذه الخاصية تعتبر خط التعريف الأول بجهة الاتصال إلا أنه مع وجود هذه الخاصية يجب على المستخدمين الالتزام بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب والأرقام السرية وكلمات التعريف وغيرها نوف شراكي تلفزيون دولة الكويت